السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معكم يا صامعوني وفيديو جديد من فيديوهات اف سي موبايل وقبل مبدأ الفيديو ما تنسوش تصالوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكمان ما تنسوش تدو لاخوتنا في فلسطين ربنا ينصرهم ان شاء الله النهاردة نزل تسريب الشابطر الاخير او الشابطر الخفي اللي كان موجود في حدث التوتي والتسريب ده رسمي من مطورين الشركة وزي ما انتو شايفين كده عندك ست مؤيدات الست مؤيدات دول هيطلع لك منهم لعيبة لو خلصت الست مؤيدات تقدر تاخد واحد من الثلاث لعيبة مجانين ودي اللعيبة المتاحة انها تطلع في المؤيدات عندك كارت لمحمد صلاح برناردو سيلفا هاري كين كفارتس خيليا فالفيردي وسون وصليبة كيم من جي جمال موزيالة وفينيسوس جونيور وكمان لوكا مودريتش وإديرسون خسوس نافاس وبرندت وكمان هتلاقي فيه ارنولد وكوبو ودانتي وجرانيت تشاكا طبعا زي ما قلنا فيه تلات لعيبة مجانين وهم دانتي وكوبو وتشاكا هتقدر تاخد واحد منهم بس لما تخلص الست مؤيدات دول التلات لعيبة طبعا ما بيتبعوش في الماركت هتاخد واحد بس من التلات لعيبة تشاكا او دانتي او كوبو لما تخلص الست مؤيدات اللي عاليمين للأسف هم ما ما اعلنوش الست مؤيدات دول هيبقوا محتاجين ايه لكن اتوقع هيحتاجوا لعيبة كتير جدا طيب زي ما نشايفين كده اللعيبة المتاحة تطلع ده كارت صلاح بالطاقات بتاعته من جوه استعراض لطاقات الكارت كارت هاي جدا باين جدا من السرعة والشوت والباسنج والدريبلينج كارت رايق اوي يعني المشكلة بس بتاعته في الويك فوت لكن هو شوال ففي كل الحالات هو هيبقى كويس جدا معك ان هو رجلو الشمال جوه الملعب كمان الكارت اللي استمنى بتاعته اربع نجوم ونص بتاعته اربع نجوم ده كارت برناردو سيلفا واللي كويس جدا في الباسنج والدريبلينج لكن البيس والشوتنج بتوعه مش احسن حاجة طبعا وبيلعب في مراكز السي اي ام كمان هو لما بيتطور بيقدر يلعب في مراكز الار ام والسي ام كمان ودي حاجة كويسة للكارت ده وكمان بيلعب رايق وينج طيب تعالوا كده نشوف امكانيات الكارت اللي بعد كده هو كارت كفارة سيخيلية واللي عجبني جدا طبعا احنا عارفين كفارة كروته بتبقى خمس نجوم في الويك فوت نازل بيلعب في الرايت وينج والليفت وينج ويقدر كمان يلعب الام مع الرايت وينج بعد التطوير لتلات مراحل في الليفل كمان الكارت ده عجبني او الصورة بتاعته الصورة بتاعته يعني مختارينها حلوة اوي كمان كارت هاريكان نازل بـ 96 برضو امكانياته حلوة جدا في الشوت الفيزيكال بتاعه كويس جدا الناس لا بتحبش هاريكان يا جماعة حاولوا تجربوه والله كارت كويس جدا لو انت ما بتعتمدش على الصورة اوي طبعا صن كروته كلها بتبقى خمس نجوم ويك فوت من احسن الكروت اللي بتنزل في مركز كمان الصورة والشوتنج عنده هايلين جدا والدريبلنج الى حد ما كويس كارت حلوة لكن المركز ده فيه لعبة كتير جامدة زي مبابي وكمان فينسي الجونيور وهنري فاعتقد هو كمان بيقدر يلعب ST و LM بعد التطوير فكارت برضو من الكروت اللي نازلة واللي ورد جدا تطلع لك في اي مؤيدة من المؤيدات الستة اللي موجودين ندخل على كارت فريدريكو فالفيردي الكارت اللي دايما بيتظلم في الشوت السرعة بتاعته كويسة والباسنج بتاعه حلوة جدا الدريبلنج بتاعه معقول لكن مظلوم جدا في الشوت فريدريكو فالفيردي واحد من اقوى اللعيبة اللي بتسدد طبعا بيقدر يلعب في مراكز الريتوينج والر ام بعد التطوير كارت بتاعه برضو حلوة جدا من احسن الكروت اللي نازلة في مركز السي ام الكارت اللي بعد كده هو كارت كيم من جي وده واحد من افضل اللعيبة الملتزمة دفاعيا وقوي جدا في خط الدفاع كارت حلوة انصحك بيه كمان ويليام صليبة برضو نفس الكلام كارت حلوة جدا في الدفاع ومن اكتر الكروت الملتزمة دفاعيا والكروت اللي بتبقى حلوة في الملعب فيزيكال بتاعه الديفيندينج بتوعه هايلين جدا كمان عنده باور هيدر واحد من الكروت اللي هتبقى حلوة جدا دفاعيا ولناس كتير جدا اتوقع انها هتستخدمه في التشكلات بتاعتها كارت فيني جونيور نازل في مركز الستي وبيتطور بيلعب ليفت وينج وإلي ام ودي حاجة كويسة جدا خصوصا ان السرعة بتاعته الدريبلينج بتوعه مرعبين سرعة 104 قبل التطوير و100 دريبلينج وطبعا كارت هيبقى جبار في مركز الستي وعتقد برضو ناس كتيرة هتعتمد عليه في المركز ده جمال مزيالة وكارت سي ام بتاعه واللي لما بيتطور بيقدر يلعب في مركز ال ال ام والسي ام برضو الدريبلينج بتاعه عالي جدا واحد من احسن الكروت في الدريبلينج البس بتاعه 91 معقولة لحد ما الباصنج مش احسن حاجة لكن بالنسبة لي هيبقى كارت مميز في مركز السي ام كمان اديرسون نزله كارت تاني وطبعا حراس المرما احنا عارفين مهما نقيم برضو في مشاكل تقنية من اللعبة نفسها بتخلي الحراس عندهم مشاكل حتى يعني افضل حارس اللي هو بالنسبة لي الحراس دول مفروض انهم اجمد اتنين حراس برضو عندهم مشاكل كتير جدا كارت لوكا مودريتش واحد من افضل الكروت اللي عندها باسنج ودريبلينج في نص الملعب لكن للأسف فيزيكال سيء جدا كارت صعب ان انت تدافع به في نص الملعب لما بيتطور حتى هم عاملينه يلعب سي ام صانع علعاب ما بيلعبش مدافع او سي دي ام فكارت ما تقدرش تعتمد عليه في عيان قوي لكن في كل الاحوال كارت لوكا مودريتش قوي جدا هجوميا طيب الكارت اللي بعد كده هو جوليان براندت لعب دورتوموند واللي لما بيتطور بيقدر يلعب في مركز الار ام والسي ام كارت الدريبلينج بتاعه والباسنج بتاعه كويسين جدا وبرضو تقريبا شبه كارت جمال موزيالة اويا لكن خلينا نشوف طبعا كل الكروت دي مش هتطلع غير في المؤيدات عشان الناس تبقى عارفة الكارت اللي بعد كده هو كارت خسوس نافاس باوفر اربعة وتسعين واللي نازل في مركز الار بي لما بيتطور بيقدر يلعب رايت وانج باك وبيقدر يلعب ار ام كمان اا ارنولد نازل في نفس المركز بنفس الاوفر مش عارف ليه منزلوش يعني باك شمال ليه خلوهم اللي اتنين باك يمين كان ممكن يحط لاعب باك شمال عشان حتى تبقى تشكيلة كاملة الكارت اللي بعد كده جرانيت تشاكة وده واحد من الكروت اللي هيبقى موجود في الاختيارات لللاعب المجاني لو خلصت الست مؤايدات طبعا كارت برده كويس جدا البوسنج بتاعه هايل لكن المركز بتاعه فيه لعيبة كتير جدا افضل منه فما اعتقدش ان ده احسن اختيار ليك لو انت هتختار واحد من التلاتة اللي بعد كده اليكزاندر ارنولد باوفر اربعة وتسعين ولما بيطار بيقدر يلعب رايت وينج باك بس كان فيه اوقات بيلعب سيدي ام لكن الكارت ده بيلعب رايت وينج باك بس بعد التطوير كارت حلو مش وحش لكن فيه برضو احسن منه كتير في المركز ده موجودين حاليا خلينا نشوف الكارت اللي بعد كده وهو كارت الساموراي كوبو رايت وينج ولما بيطار اقدر يلعب في مركز الكام ومركز الار ام حلو جدا الدريبلينج بتاعه عالي وكمان البيز بتاعه عالي جدا لكن الفيزيكل بتاعه سيء لكن الى حد ما احنا زي ما قلنا الوينجات ما بيهتمنش قوي بالفيزيكل اهم حاجة يبقى سريع ومروغ جيد جدا ورجله اللي جوه الملعب تبقى خمس نجوم دي اهم حاجة والمميزات دي موجودة في كوبو فانا هرشح ان كوبو يبقى افضل واحد من الكروت المجانية تختاره دانتي اللي وصل الى 40 سنة دلوقتي ومازال موجود وبينزله كروت حلوة جدا دانتي لاعب نادي نيس الفرنسي مدافع كويس طوله حلو 189 سونتي الى حد ما كارت كويس تقدر برضو تستفيد منه او تقدر تختاره من الهدية هيكون بالنسبة لي برضو افضل من التشاكة ان انت تاخد دانتي دي شكل التشكيلة اللي نزلة كلها بالاحتياطي بالاربعة ايكون اللي نزلين تابع الحدث وهو كارت مساوس زي ما انت شايفين كده لوسر مساوس لعب المانيا الاسطوري وكارت من افضل الكروت اللي شفتها في المركز ده بتاعه كويس جدا والباسنج بتاعه كويس جدا والبيز بتاعه كويس جدا بالنسبة للمركز ده زي ما انت شايفين كده كارت لما بيتطور يقدر يلعب في مراكز تانية زي السي ام والسي بي والكام حرفيا بيلعب في مراكز الدفاع وخط النص كلها طيب كارت اعتقد ناس كتيرة برضو هتستخدمه وممكن يبقى افضل سي دي ام في الفترة الجاية افضل خط نص اا مدافع او محافظ فبالنسبة للكارت ده هيبقى قوي جدا خصوصا اللي استمنى بتاعته قوية جدا ويقدر يلعب معاك التسعين دقيقة من غير ما يتعب مش هيبقى عنده اي مشاكل الكارت اللي بعد كده هو كارت باستيان لاعب منتخب المانيا برضو ولاعب باير ميونيخ الشهير وتعالوا نشوف كده لما بيتطور يقدر يلعب في مركز السي دي ام ومركز الار ام كمان اللاعب الدريبلنج بتاعه والدفندنج بتاعه معاولين اهم حاجة عنده او افضل حاجة عنده او ما يميزه هو البصات بتاعته او التمريرات عالية جدا كمان اللي استمنى بتاعته خمس نجوم ودي حاجة كويسة جدا لكن الويك فوت عنده ضعيفة تلات نجوم بس طبعا بعد كده فيه بقى جينارو جاتوزو لاعب اسميلا ولاعب منتخب ايطاليا نازل بوفر خمسة وتسعين في مركز السي دي ام والفيزيكال بتاعه الديفندنج بتاعه هايلين لما بيتطور ما بيقدرش العفاء اي مركز تاني هو مركز السي دي ام بس وواحد برضو من الكروت اللي هتبقى موجودة في تشكيلات ناس كتير في الفترة الجاية مركزه حلو وكمان قوته كويسة في الملعب واخر ايكون معنا هو سول قمبل نجم ومنتخب انجلترا واللي نازل دفاع وفيزيكال حلوين جدا بس بالنسبة لي برضو فيه كروت في نفس المكان أقوى منه بكتير لكن مش بطول تقدر برضو تستخدمه وتلعب به في الفترة اللي جاية كده دي تبقى نهاية تسريبات البس المباشر اللي نزله المطورين بتوع اللعبة أتمنى تكون استفدتم الفيديو بعتزل مرة تانية عن الصوت أنا لسه تعبان جدا فما تنسونيش من دعواتكم أشوفكم على خير في فيديو جديد سلام